اشتركوا في القناة حاجة بتتقدم زات قيمة ما هي برضو اللي بتدخل للمسجونات وتطلع بقصص لوزعية احنا محتاجين نفهم ده احنا في لحظة استفاف وطني اللي احنا فيه خطر ومش بس هي المسؤول عن هذه المحطة كمان لان دي المسؤولية المجتمعية دي المسؤولية قدامنا بدخل للمسجين وبطلع حاجات لوزعية هي يعني ايه لوزعية انا بسألكم جد على فكرة يعني ايه لوزعية معنا سبحان الله القضايا اللي انا بصور فيها المساجين كل الناس بتبقى بتصورهم معي الام بي سي و سي بي سي و و سازواء الابراشي كل اللي بتصور الجرايم معي كنت فاكرة ان انا بدي مورال الناس ما كانش فيه لوزعية ولا حاجة وهالي الست دي متأجرة بقى و بتمثل زي ما شفنا قبل كده بتعمل سقطة يعني عن دكتورها لا سرحان طب قلتت في الدكتورها لا سرحان و قلتت فيها و كده عشان ايه و ان انا مسؤولة و ان القناة اللي طلعتني مسؤولة كمان مش قول عن ايه ولا اول ولا اخر واحدة زي ما شفت يا اماني طلعت ملحدين و ان الالحاد موجود في مصر بدليل ان وزارة الشباب تعاونت مع الازهر مؤخرا عشان تعمل لجنة ضد الالحاد لما لقوا انها حاجة بتتفشى و انا محترماهم جدا انهم اعترفوا بدا كان فيه ملحدة عالتليفون واربع ملحدين قاعدين و ملحدة معايا و ملحد دول الريديو يطلعوا عالتليفزيون هي حاجة لوزعية فعلا ان احنا كاعلامين ننتقد بعض كممكن اويت رفعي عليها سماعة التليفون وتقولي لي على فكرة انا مختلفة معاكي في الرأي كذا 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 فقولك طب نعالج الموضوع ازاي طب عاملي انتي حلقة عن كذا وانا عامل حلقة عن كذا لكن نطلع عالتليفزيونات نقول هزيه السيدة ليه اسمي راح فين اسمي عزيز سيدة ازاي عايب يا مادم اماني او مادم اماني الخياط انا عارفة اسم حضرتك وانا ريها مساعد موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة